ايه بقى اللي احنا نأمله عشان نقدر نتعلم المهارة المهمة دي اللي ايه مهارة ايه؟ مهارة مبدرة لتطيب خاطر شركة حياة اول حاجة ان انا الاحظة بقى عندي ملاحظة لمعرفة الاوقات اللي بيكون شركة الحياة محتاج لتطيب خاطر فيها ازي اوقات الزعل اوقات الاحتياج اوقات الكرب اوقات الاكتئاب مهم جدا جدا في اوقات كده بيحصل اكتئاب للمرأة بده ما احتاجه حد يطبطب عليه اهد كلمة حلوة فهنا لازم الاوقات دي يبقى انا اعرفها وياللي بيحصل بيبان عليهم بياخدوا جنبه وبيسكتوا ويقل المرأة عندهم فده مؤشر ان فيه مشكلة ومحتاج لتطيب الخاطر باول حاجة بسرعة ابقى عارف امتى الاوقات دي يبقى اول حاجة اعرف الاوقات اللي ممكن يكون فيها شركة الحياة محتاج لتطيب الخاطر حاجة تانية دي ملاحظة يبقى انا اكون منتبه على فكرة بمناسبة يعني احنا قبل كده اتكلمنا على مسألة التركيز الزواجي من غير تركيز الشخص مش هيقدر يعيش عيشها هنية مع زوجته الزوجة مش هيقدر تعيش عيشها هنية مع زوجة احنا عايشين بلا دماغ بلا تركيز في ايه اللي حاصل فبتقول انا بعمل كل حاجة بس احنا مش بركزين احنا لازم نركز دي حياتنا لكن كل واحد فينا قاعد مستني ما بيبادرش وعشان كده بعد ما يلاحظ الاوقات اللي هي محتاجة للتطيب الخاطر فيها وبعد ما بتلاحظ هي الاوقات اللي هو محتاج للتطيب الخاطر فيها يسارع بالتطمين والتأكيد على دعمه يعني ايه يعني اوام شي جاي يقول لها والله انا جاي طيب خطرك بلاش الكلام بالطريقة دي ولا هي تجيب تقول له والله انا جاي اخد بخطرك ايه يا ستم ولا الكلام مش كده لكن ايه اللي حاصل انا في ظهرك يا حبيب ولا هم الكلام بقى اللي هو ايه اللي وصلنا الى نتيجة التطيب الخاطر حقك علي انا محبش اشوفك زعلان حقك علي انا سديني انا مش افضل جنبك سديني انا يعني سمحيني لو كنت ديقتك انا افضل دايما جنبك ولو انفعلت انا اسف جدا جدا بسرعة يعني ايه اللي يحصل على طول ما نستناش مش الخسام ياخد يومين لا ياخد دقيقتين سنيتين كل ما كان ده سريع كل ما ده اخد بركة فخيرهما يحصل خير كتير ونعدي المشكلة ويه اللي حاصل وما تشيريش هم انا جنبك كل ده كلام يخليه يوصلنا الى مسألة التجيب الخاطر الحياة الثالثة وده مهم جدا جدا ان التلامس بس التلامس بلغة اللي حاصل في الوقت ده بيبقى التلامس بلغة الاعتذار بلغة الاحتواء بلغة على فكرة انا محتاج لك وانت وهي بتقوله انا محتاج لك التلامس ليه لغات طريقة التلامس الاحتضان وطريقة التقبيل كل الكلام ده وقالت ليه لغة فالستة في اوقات كتيرة بينتهي كل غضبها وضئها لما زوجها يحتضانها بتخرس كل حاجة عشان بتشعر بالامان اللي هو انخفاضه بالاساس بيسبب لها مشاكل تانية خالص وعشان كده الزوج لازم يشعر لما زوجته تحتضنه مثلا انها بتأمل ايه بتحاول توصله الى مسألة انها بتصمحه وبتقدره يبقى لتنين لازم يحسوا بده الحالة الرابعة بقى ان انا من اهم ادوات تطيب الخاطر ان انا اذكر محسن شريك الحياة عشان اخليه حس بالثقة ودي حاجة مهمة جدا 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 لانه لما بيتعرض الانسان للمشاكل او لما حد بيهجمه او لما حد بيتعصب على التاني بيشعر ان يسقطه بنفسه بتعتز وبتجي له افكار سيئة جدا 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 انه هما يمارس العنف معه شريك حياته اللي مارس معه العنف لكن لما ييجي يقوله انت على فكرة انت امتك في حياتي انا حياتي من غيرك لا تساوي شي انت ركن حياتي سيبك من العصبيب بتاعتي انا بتعصب بس عشان انا محتجلك فانت متعرفش امتك في حياتي قد ايه حاجة مفيش بعد كده ودي من اهم خطوات تطيب الخاطر رقم خمسة بقى في مسألة تطيب الخاطر وده شيء مهم جدا ان كل واحد فينا يعمل حاجة مهمة جدا جدا انه لازم يدعي لي ويذكره بمدد ربنا ان احنا والله عندنا خير كتير وربنا مستيبنا ولازم يبقى عندنا ثقة بالله سبحانه وتعالى وكله هيعدي وما تخافش مهما كانت المشكلة ما احنا قلنا التطيب الخاطر مش لازم يكون بمشكلة ما بين الزوجين لزرف ابن مر به فلازم يعمل ايه يدعي له ويقول له كله هيعدي والله ما فيه حاجة واحنا يام مرينا وسبحانه وتعالى رزقنا كتير احنا في نعمة احنا في نعمة وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيخلينا احسن واحسن واحسن سادس حاجة بقى في خطوات خطوات كمان تطيب الخاطر وده شيء مهم ان احنا نغير الحال لما بنخرجش مع بعض نخرج نتنزه ننزل نشتري حاجة مع بعض ننزل نشتري حلويات ننزل نشتري حاجة بيحبها شرك الحياة نغير الوقت واخر حاجة لازم نعملها وبشكل واضح في مسألة تطيب الخاطر التوقف التام عن التذكير باي حاجة ليه علاقة بكسر الخاطر ما نرجعش للمشكلات والنقشة مرة تانية بدعوة تصفية النفوس بلاش بلاش هذه الطريقة وهذا الاسلوب السمج اللي هي فكرة تصفية النفوس لا اوه ده مش بيزا انا لم ارى ان ده يصف النفوس ابدا هذا يعكر النفوس احنا نتكلم في الحل ما نتكلمش ابدا في ايه في الامر دي